روى الرحالة ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار قصة حقيقية عجيبة عن أبي البركات البربري المغربي والقصة جاءت على لسان أهل جزر الملدي في الثقات فيقول أهل هذه الجزر كانوا كفارا وكان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن يأتي ناحية البحر كأنه مركب مملوء بالقناديل وكانت عاداتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها إلى بيت الأصنام ويتركونها هناك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها ميتة ولا يزالون في كل شهر يجرون القرعة بينهم ومن أصابته القرعة أعطى بنته وظلوا على هذا الحال حتى قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري وكان حافظا للقرآن العظيم فنزل بدار عجوز منهم بإحدى الجزر فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن يبكين كأنهن في مأتم فسألهن عن شأنهن فلم يفهمنه فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها وليس لها إلا بنتا واحدة وسوف يقتلها العفريت فقال لها أبو البركات أنا أتوجه عوضا عن ابنتك بالليل وفي الليل أدخلوه إلى بيت الأصنام وهو متوضع وظل يطل القرآن ثم ظهر له العفريت فداوم التلاوة فلما اقترب العفريت منه وسمع القراءة لم يحتمل وغاص في البحر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ثم جاءت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها فوجدوا المغربية يتلو فمضوا به إلى ملكهم وأعلموه بخبره فتعجب كثيرا ثم عرض المغربي عليه الإسلام ورغبه فيه فقال له الملك أقم عندنا إلى الشهر الآخر فإن فعلتك فعلك ونجوت من العفريت أسلمت فأقام عندهم وشرح الله صدر الملك للإسلام فأسلم قبل تمام الشهر وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته ثم ذهب المغربي لما دخل الشهر إلى بيت الأصنام وأخذ يطلو القرآن حتى الصباح ولم يأتي العفريت وجاء السلطان صباحا والناس معه فوجدوا المغربي على حاله من التلاوة فكسروا الأصنام وأسلم أهل الجزيرة وبعثوا إلى سائر الجزر فأسلم أهلها وأشرف أبو البركات على بناء عشرات المساجد في شتى الجزر وقام بنفسه يعلم الناس أحكام الإسلام لقد كان أبو البركات بأخلاقه وقوة إيمانه سببا في دخول الإسلام إلى جزر الملضيف والتي كانت ديانة أهلها هي البوذية أو الوثنية وبعد دخول الإسلام فيها أصبح جميع سكانها من المسلمين دون استثناء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون تحدث الشاب الأسترالي روبين والذي أصبح اسمه أبو بكر بعد أن أسلم عن قصة إسلامه فقال تبدأ قصتي في أول سنة لي بالجامعة فقد مرت على هذه السنة العديد من المشاكل حيث انفصل والدي عن بعضهما وحدث لي حادث سيارة وتوفي أحد أصدقائي فسألت نفسي لماذا أنا هنا وما الهدف من الحياة ولماذا أزعج نفسي بها وبدأت في التشكيك في الهدف من الحياة وبما أنني مسيحي أسترالي بدأت أتقص عن المسيحية فذهبت إلى مخيم الكنيسة فوجدت هناك الجميع يغني بكلمات لا أعرفها وعندما شاهدوني سألتهم عن بعض الأسئلة التي أرهقتني فلم يفتحوا الإنجيل ليخبروني بالأجوبة بل كل واحد منهم أعطاني رأيه الشخصي وأجاب بما يراه هو فكانت الإجابات تختلف عن بعضها بل أحيانا يكون رأي أحدهم عكس الآخر حتى تصوراتهم عن إله كانت تصورات عاجزة ومتناقضة وغير مقنعة فكيف يصلب إله ويتعرض للأذى لذلك أدركت أن هناك الكثير من التأويل في المسيحية فبدأت أفكر وأرتبك ومع دراستي بالجامعة كنت أعمل في محطة وقود وكان أحد زملائي هنديا هندوسيا فسألتهما قصة الإله الهندوسي ذو رأس الفيل ألم يكن ممكنا أن تختاروا بدلا منه إلها له رأس أسد مثلا فبدأ يتحدث معي عن الهندوسية وخط معه حوارا لاهوتيا فلم تعجبني الهندوسية وظللت أستقصي عن ديانات أخرى وكان سؤالي هذه المرة عن الدين اليهودي وبعد بحث طويل وجدت أيضا تصور كهنتهم عن الإله متناقضا مثل تناقض القساوسة في المسيحية حيث أصبح الله أو الرب في التوراة لا يتورع عن مصارعة أحد أفراد البشر ويغضب ويغار ويعتب ويحقد بل ويطالب بنصيبه من اللحم والشحم والمسكن ككل الناس كما تذكر بعض نصوص التوراة لذلك لم أجد في اليهودية ما كنت أبحث عنه وأخيرا بحثت في الدين البوذي واعتقدت أن هذا هو الذي سأختاره وعندما تعمقت في البحث وجدت أن هذا لم يكن دينا وإنما طريقة جذابة للعيش وفي يوم سألني أحد أصدقاء المسيحيين عن الأديان التي بحثت عنها فقلت له لقد بحثت عن المسيحية والهندوسية واليهودية والبوذية فقال لي وماذا عن الإسلام فقلت مندهشا الإسلام إنهم إرهابيون لن أستقصي عن إسلامهم ما الذي يدفعني إلى دينهم لكنني بعد فترة وجدت نفسي أدخل مسجدا دون أن أخلع حذائي عابرا سجادة الصلاة وكدت أدوس على رأس أحد الساجدين ثم نظرت فوجدت الشيخ أبا حمزة ماشيا نحوي فقلت في نفسي اليوم سأموت إلا أن الشيخ ابتسم لي وقال يوم جميل يا صديقي كيف حالك؟ بعد هذا الاستقبال الطيب من الشيخ أبي حمزة جعلني أسأله ومعي أسئلة التي سألتها من قبل للقساوسة والكهنة وأكثر ما أدهشني أنني عندما كنت أسألهم كانوا لا يجيبون على الفور كانوا يمسكون القرآن ويقولون لي اقرأ هنا يا أخي وهناك كنت أجد الجواب مهما سألت من أسئلة صعبة وبعد مرور أسبوعين قلت لأحد الإخوة بعدما سألته سؤالا لماذا لا تعطيني رأيك الشخصي؟ فقال لي لا يمكن أن يكون لي رأي عندما نتكلم عن كلام الله وهذا أثر في كثيرا ثم أخذت نسخة من القرآن وأخذته للبيت وبدأت أقرأه فوجدت أن الأمر لم يكن أشبه بقراءة قصة بل كنت أقرأ شيئا يأمرني ويرشدني وفي إحدى الليالي عزمت على إحداث جو روحاني فأشعلت شمعة وفتحت النافذة وأغلقت الستائر وجلست أفكر في الأدلة الروحانية والعلمية عن حقائق مثل كون الجبال أوتاذة أو نشأة الجنين في رحم أمه وكنت أحتاج إلى دفعة بسيطة وقلت يا الله أنا على وشك القفز والدخول في الإسلام الآن كل ما أحتاجه إشارة بسيطة منك وفجأة وجدت نفسي أفتح القرآن على هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبعد قراءة الآية اقشعر جسدي وأحسست أنها رسالة هداية من الله فانقلب حالي تماما وشعرت أن الله قد دلني لأن هذا الكون بجماله وعظيم تكوينه يستحيل أن ينشأ بلا خالق وفي اليوم التالي وبعد بحث لمدة ستة أشهر عن الإسلام قررت أن أكون مسلمة وأنطق الشهادتين وبعد أنطقتهما ذهب كل الخوف من عقلي ومنذ ذلك وحتى اليوم لم أهتز أو أعد التفكير وكانت معاملة الطيبة مع أبي جعلته يفهم أن حقيقة الإسلام تختلف عما يشاع عنه من أكاذيب لذلك طلب مني نسخة القرآن وأثق أنه سيعلن إسلامه قريبا إن شاء الله كانت هناك امرأة عجوز تعيش وحيدة بعيدا عن مكة المكرمة ولم تكن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بل وتكن له كرها شديدا وبغضا شديدا على الرغم من أنها لم تره أبدا ولكنها كانت تسمع من الكفار عنه كذبا وافتراءا وفي يوم ذهبت العجوز إلى مكة تشتري بعض الأغراض وقد كثرت عليها الأشياء ولم تستطع حملها بأي طريقة وقد طلبت من العديد من العبيد مساعدتها مقابل دفع مبلغ من المال ولكنهم رفضوا جميعا حتى جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه وسألها إن كانت تريده أن يساعدها فقالت له العجوز قدم لي هذا المعروف فأنا عجوز طاعنة في السن ولا أستطيع حمل أغراضي بمفردي فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أغراض العجوز وأوصلها حتى دارها سيرا على الأقدام ولم يشتك أو يتكاسل على الرغم من بعد المسافة وعندما وصل إلى منزل العجوز قالت له يا بني أنا لا أملك شيئا ثمينا لأعطيك أجرك ولكني سأعطيك نصيحة غالية هناك رجل في مكة يدعى محمد يقول أنه نبي ورسول من الله فلا تصدق فهو كاذب وساحر قال لها رسول الله ما بالك لو كنت أنا هو محمد فقالت العجوز أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم موسيقى موسيقى